سباتيكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا حياكم الله اليوم احنا في تغطية مختلفة من السيف غالري طبعا السيف غالري يمسوي مبادرة بالتعاون مع جمعية حفظ النعمة ساهم بالفائض من الأواني وحصل على خصم خاص يصلي لأكثر من 40% خلونا ناخد جولة ونشوف أكثر في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لوقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا اليوم الحمد لله نشهد ثمرة من ثمارات التعاون المشترك مع القطاع الخاص طبعا في مؤسسة حفظ النعمة التي تشرف وأسستها وزارة الشؤون البلدية القرية والإسكان المشرفة الفنية على قطاع حفظ النعمة اليوم نشهد اتفاقية جدا رائعة اتفاقية خير ونسأل الجميع أن يساهمون في هذه الحملة الهدف منها يعني الحفاظ على النعم وأحد النعم هي التي نقدمها لجمعيات حفظ النعمة اليوم الأواني اللي تستخدم في عداد الطعام أيضا في حفظه وأيضا في إعادة فرزه فنشكر للسيف غاليري شريكنا صراحة المبدع في هذا المجال على تعاونهم ما شاء الله اليوم أخذ تور على المعرض 64 معرض منتشرة في جميع مناطق المملكة وهذا ندل دل على أنه يتماشى مع قطاع حفظ النعمة اللي نسعى أنه ينتشر في جميع مناطق المملكة أواني الخير مثل ما تكلم الزمولة عنها بس نأخذكم باقتصار هو الهدف أنه أي نعمة موجودة في البيوت غير مستخدمة وغير مستفاد منها أنه يعاد تدويرها والاستفاد منها ليكون فيه استدامة للقطاع يعني مثلا الآن كل واحد عنده في بيته كنز أنا ما أتكلم بس على الأواني الإلكترونيات الجوالات الأثاث الورق البلاستيك هذه كلها طبعا غير الأطعمة هذه كلها تعتبر نعم ويجب علينا المحافظة عليها وعادتها والاستفادة منها مرة أخرى فمبادرة أواني الخير تتقاطع مع مستهدفاتنا في حفظ النعمة مثل ما قلنا أنه عندنا 40 مليار ريال و 480 مليون هدر سنوي وهدفنا أنه إن شاء الله يعني 10% من هذا الهدر يقلل في 20-30 ومثل هذه المبادرات والحملات تسعى لتحقيق مستهدفاتنا التي نتطلع عليها في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لوقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحل اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا طبعا هذه الحملة الثانية الحملة الأولى كانت العام الماضي ولاقت رواج جدا ممتاز ونتيجة لنجاح المبادرة الأولى قررنا تكرار المبادرة ونحرص أنها تكون بشكل سنوي بإذن الله لأننا وجدنا أن الناس تتعاون فكرة المبادرة باختصار هو التبرع بالفائض الأداء مطابخ ومستودعات المطابخ للمنازل السعودية وطبعا كلنا لا يخفى عليكم يعني وجود كل مطبخ فيه أواني من 10 سنين و15 سنة ولا من 5 سنوات غير محتاج لها أو فائضة عليهم فالناس يعني يجدون حرج وين يودون المكان هذا يعني في جمعيات استقبل أطعمة في جمعيات استقبل ملابس لكن أواني ما فيه فدشن المبادرة العام الماضي وهي تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية مؤسس التراحم تحت مضلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وسيكون هذه السنة منظمة بشكل أفضل وسيكون الجمع في كل فروع السيف غالري المنتشرة والتي تغطي جميع مدن المملكة يعني أنت في أي مدينة أنت موجود فيها أقرب فرع لك ولله الحمد إحنا مغطينا المملكة العربية السعودية من جنوبها إلى شمالها من جيزان ونجران جنوبا إلى عرعر والقريات شمالا والخفجي فنحن نتشرف بتعاون الناس معنا ونحثهم على بذل هذه يعني بذل الخير طبعا فيه شيء تحفيزي وضعناه وهو كوبون يعطى المتبرع كوبون خصم في الفرع لدينا إذا حاب يستخدمه شيء راجع له لكن هذا شيء محفز أن الناس تتشغل السيارة وكذا وتجي وتضرب مشوار فهذا شيء تحفيزي وأدعو أدعو الشركات في هذا القطاع إلى العمل على مثل هذه المبادرات وأدعو الشركات الأخرى في جميع قطاعات المملكة العربية السعودية أن يبتكروا نوعا من هذه الأفكار للاستفادة من أي هدر يكون لدينا مثل ما ذكر معالي الأستاذ بن مساعد أنه أربعين مليار أربعين مليار الهدر العام الماضي أربعين مليار ريال هدر الأطعمة يعني هذا شيء رقم كبير ومؤلم فنعني ندعو أننا نتعاون فيما بيننا وربنا يكتب لي فيه الخير وتكون هذه المبادرة تلقى نجاح إن شاء الله وتفاعل من الجميع في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لوقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحل اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا بمناسباتكم يحل اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا العرض اللي هلأ عاملينه عرض مجنون ما شاء الله تبارك الله أنه أنت تعطيهم جهاز مستعمل وولا تالف وبيعطوك مقابله وما عملوا لك بس جيب لنا بضاعتنا لا عمل لك أي جهاز جيبه مشان هن يصلحوا ويعطوه للناس تبعوت حفظ النعمة وهذا عمل جبار يعني فعلا بيشكروا عليه جماعة السيف من هون عن جد أنه يا ريت يا ريت كل الناس يلي عنده نفس هالمجال هذا تفكر مثل ما فكر أبو نواف اللي هو الاستاذ عيسم السيف بهالمبادرة الحلوة على هالأيام الفضيلة أكيد كتير أسر رح تدعيله بإذن الله طيب اللي إلى الآن ما دخل بالعرض واشترى من العرض واش تقول لك؟ والله أنا مبارح والله يعني بحلقة البرنامج قلت لهم مددوا 48 ساعة استغلوا يا جماعة الناس جاي على عيد جيبوا أجهزة جديدة وأجهزة يعني فعلا سعره مناسب وأسعاره متداولة يعني أرخص من الأجهزة الثانية اللي موجودة وهون الأجهزة بتنافس الأجهزة اللي موجودة هون الأوروبية بصراحة شكرا للسيف غالري اللي سووا مبادرة تعتبر النوعية يعني حسب معرفتي في الشرق الأوسط ما قد شفت مبادرة مثل هالمبادرة هذه يمكن أغلب الناس عندهم أجهزة إلكترونية تالفة أو شبه تالفة أو بعضهم ما عاد له احتياج فيها ميم تالفة بس مو بمحتاجها ولا يستخدمها فالشيء الجميل أنهم حطوا هالمبادرة هذه جهازك اللي أنت منت محتاجه أعطيه للجمعية الخيرية وصلوا إلى الأسر ومحتاجها وفوق ذلك غير أنك كاسبنا الأجر معطينك كوبون خصم 40% على منتجات أديسون فوق المعروف معروف الله يعطيكم العافية أنا أقول لها الحين ما أحد لحجة أن يخلي جهازه في البيت بالعكس يمكن عليك حجة أن تخلي الجهازه في البيت وانت تشوف هالمبادرة والله الأمانة يعني أنا من بهر جداً من الفعالية والعروف كانت قوية جداً يعني تأخذ خصم 40% على الأواني الموجودة من أديسون غير كذا أنه أنت تستفيد من الأغراض القديمة على قولتهم دنيا ودين تستفيد خصم 40% وتعين ناس محتاجين بالأغراض هذه القديمة حقتك أنا عندي مطبخ مجهز كامل أنا عندي أقدم محتوى الطبخ بشكل عام وعندي مطبخ مجهز كامل من أديسون يعني كجودة يعني حتى لو كانت غالية لو كانت غالية الجودة تستحق وعروضهم ما شاء الله تبارك الله يعني هم الأفضل في السوق يعني مطبخ كله من أستفيد أديسون كامل طيب والأشخاص اللي ما استفادوا من العروض هذه وش تقول لهم؟ أقول لكم لا تفوتون العروض الحقوا الحقوا واستفيدوا من المبادرة الطيبة هذه في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لوقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحل اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا بمناسباتكم يحل اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا هذه حملة أواني الخير حنا بدورنا يعني مهتمين كالسفقيلري في قطاع الأواني المنزلية العامة تتنا فكرة أنه كثير من البيوت عندها أواني لا تستخدم إما تالفة مركونة في الرف أو جيدة بحالة سريمة لكنها موجودة على الرف نظرا لأنه قديمة أو موجودة في المستودع حنا قلنا هذا الفائض اللي عندك قد حنا ناخذه ونعطيه جهات خيرية يتم إعادة تعقيمه وتصليح وتزبيطه ثم توزيعه على المحتاجين لذلك رفعنا شعار مبادرة فائض الكغنيم لذلك نهيب بجميع الأسر اللي عندك أواني مستخدمة سواء في الأجهزة الكارباية أو الترامسة أو لقدور أنك تأخذها وترسلها إلى أحد فروع السيف غالري وأيضا تحصل على كوبون تشجيعي وتحفيزي لمتبرع لكن ليس هذا هو الهدف الهدف أنك تتبرع تخيل أن القدر المركورة عندك في الرف يكون سبب لدخولك الجنة سبب لنيلة الحسنات سبب لبركة للبيت وهو مجرد أواني قديمة متهالكة موجودة في الرف لكن هذه الأغراض قد تفيد أسر محتاجة من أبناء هذا المجتمع مستفدين مستهدفين فيها معينة من هذا أو للكل؟ نحن نستدف جميع الأواني المنزلية في قطاع الأجهزة الكارباية والترامس واليقدر لأنها أكثر حاجة للناس وتسهل فرزها وترتيبها لكن من أي برند سواء برند الخاص فينا أو أي علامة تجي أي جهاز كارباية عندك تالف أو خربان جيبوا لأحد فروع السيف قليل وتحصل على هذا الخصم وتساهم للمجتمع بهذا الخير الذي إن شاء الله تقدمه الأشخاص اللي ما استفادوا من العرض إلى العام ويش تقولهم؟ لا حن أوه هذا اليوم العام راح عليهم لكن السنة ذي ترى حن مستمرين من هذه الليلة أو من غدا نستقبل التبرعات لين ليلة العيد يعني تقريبا 17 يوم فبإذن الله في وقت حتى المسافرين من يرجعون حن هدفنا التبرع هدفنا التبرع هدفنا التبرع ليش الأغراض مركونا في البيوت ليش ما تيجي الأغراض ويستفيدون منها المحتاجين لأن المحتاجين أيضا هم أحد أبناء هذا البلد في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لوقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا السيف قليل من الشركات الرائدة في مجال الأواني المنزلية وهذه المرة فكرتهم مختلفة فكرة غير هذه الفكرة الآن من الأفكار ذات مسؤولية مجتمعية أنت الآن عندك شيء في البيت موجود الأواني المنزلية أكيد أكيد عندك أواني ما تحتاجها أنت وأنا واللي طابع وفلان 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 فعندك أشياء كثيرة ما تحتاجها السيف قدر يقول لك جيبها جيبها حطها عندنا هم بيعطوها إلى جمعية حفظ النعمة تمام الجمعية حفظ النعمة تستفيد منها تعطيها المحتاجين تضبطها أي أن كان إيش لك أنت صاحب هذه الأواني اللي تجيبها الكوبون خصم أربعين في المية لكل الأدوات الكهربائية من أدوسون أنت رحيم معاك الكوبون نعم أنا عندي الآن الكوبون خلاص أنت متبرع أنت الآن استفدت برعت أخذت أجر على فكرة هنا مش بقول لك حج وقضى حاجة نفس الشي يعني أنت الآن استفدت أنك تبرعت وخذت أجر وبنفس الوقت خذت تلك كوبون خصم يعني شي جميل بأمانة فكرة أنا أحسها يعني أعتبرنا فكرة جميلة جدا فكرة رائدة أيب الأشخاص اللي إلا الآن ما استفادوا من هذا العرض وش تقول لهم العام الماضي أقول لهم في 61 ألف استفادوا فإنت طبعا السنة هذه بلا شك إن إن شاء الله العدد حيكون أضعاف فإلحق إنها تستفيد وتفيد في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحل اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا بمناسباتكم يحل اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا عروسي في قرب شكل عام ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج يعني دايم في شيء يوصل للخمسين للستين في بعض المواسم فالله يجبهم خير ما يكسروا مع الناس قطعا كيف شفت العرض هذا تحديدا اللي هو بتعاون مع جمعية حفظ النعم؟ يا سلام صراحة عطى فرصة لكل شخص وده أنه يبادر وكان يعني في شيء عيقة يعني صراحة كسر كل الحواجز اللي تخليه ما يبادر فخلاص الآن تعال بنعطيك حنى الخصم الكبير هذا مقابل أنك تعطي أحد الأواني القديمة اللي عندك تودك أنك تزبرع فيها وحنى بنفرزها وبناخذها وبنضبطها فأختصر على الواحد صراحة كل شيء لا تفكر ولا نفكر الحكاية تختصر في قلب السيف غالري كانت معكم كاميرات نحن هنا في معرض السيف غالري إلى اللقاء في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحل اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا بمناسباتكم يحل اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا